احنا كنت اتمنى ان الستة بتاع المنتخب يكونوا موجودين والمشكلة دي كانت تتحل من بدري زي ما نادي الاهلي ده كابت الخطيب يعني الانتخابات كانت في شهر 11 كابت الخطيب قبلها باسبوع 10 تيام كان موجود مع كابت شبير في قون اتكلم عن الموضوع ده واحنا كنا نتكلم قبلها في شهر ان يا جماعة فيه تعارض وفيه تضارف في المواعيد ما تحلتنا الموضوع ده ليس كل ما يعرف يقال الجملة دي انا حطها هنا بدل الكل ما هنا حطها ان ما ينفعش اشير البيت الكبير حطها كده ليس كل ما يعرف يقال ونفس اسأل الكابتن احمد مجاهد وانا على الهواء دلوقتي يالله وبنفسي صفية جدا عايز اسأل حضرتك يا كابتن احمد هو انت قلت الجملة دي ليه الان اللي هلعب ازاي بيكمل نجومه يا كابتن الحقيقة ليس كل ما يعرف يقال هي كل ما تيجي تتكلم مع حد ليس كل ما لكن احنا ولا هنحط ده كجمهور النادي الاهلي يعني كل ده هنشيله على جنب وحنفضل نشجع فريقنا وحنعمل هنا من خلال قناة الاهلي تخطيطنا من اول يوم من اول دقيقة ان شاء الله من بكرة الساعة اربعة وعشرة او من قبلها كمان من الساعة اتناشر واحدة والطيارة طلعة وحنسيبكو بس وقت الطيارة ولما الطيارة تنزل حنكون مع حضراتكم حنوري حضراتكم كل حاجة لان هو ده وحنفضل وقفين ورا فريقنا بكل ما قطينا من قوة حتى لو حنلعب بالشباب اللي لعبوا في اول مباراتين تلاتة امام الجنة والاسماعيلي والمعولين ما عنديش اي مشكلة حفضل ورا دهر في دهر فريقي وحفضل اقول بحبك اهلي حفضل اقول بحبك اهلي وحفضل دايما في دهر نادية